حدثنا أبو صالح الحكم بن موسى حدثنا عيسى بن يونس قال أبي أخبرنا عن أبيه عن ذي الجوشان الضبابي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد انفرغ من أهل بدر بابن فرس ليقالوا لها القرحاء فقلت يا محمد إني قد جئتك بابن القرحاء لتتخذه قال لحاجة لي فيه وإن أردت أن أقيدك فيها المختارة من دروع بدر فعت فقلت ما كنت لأقيده اليوم بعدة قال لحاجة لي فيه ثم قال يا ذا الجوشان ألا تسلم فتكنا من أول أهل هذا الأمر فقلت لا قال لما قلت إني رأيت قومك ولعوبك قال فكيف بلغك عن مصاريعهم ببدر قلت قد بلغني قال فإنا نهدي لك قلت إن تغلب على الكعبة وتقتنها قال لعلك إن عشت تر ذلك ثم قال يا بلال خذ حقيبة الرجل فزوده فزوده من العجوة فلما أدبرت قال أما إنه من خير فرسان بني عامر قال فوالله إني بأهلي بالخور إذ أقبل راكب فقلت ما فعل الناس قال والله قد غلب محمد على الكعبة وقطناها فقلت هبلتني أمي ولو أسلم يومئذ ثم أسأله الحيرة لا أقطعنيها حدثنا شيبان بن أبي شيبة أبو محمد قال حدثنا جرير يعني ابن حازمين عن أبي إسحاق الهمداني قال قديم على النبي صلى الله عليه وسلم ذو الجوشان وأهد له فرسا وهو يومئذ مشرك فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله ثم قال إن شئت بعتنيه أو هلاك أن تبيعنيه بالمتخيرة من دروع بدر ثم قال له صلى الله عليه وسلم هلاك لاك أن تكون أول من يدخل في هذا الأمر فقال له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعك من ذلك قال رأيت قومك قد كذبوك وأخرجوك وقاتلوك فأنظر ما تصنعوا فإن ظهرت عليهم آمنت بك واتبعتك وإن ظهروا عليك لم أتبعك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ذو الجوشان لعلك إن بقيت وذكر الحديث نحوا منه حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبيه عن جده عن ذي الجوشان قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد إن فرغ من بدر بابن فرس ليقالوا لها القرحاء فقلت يا محمد وذكر الحديث ترجمة نانسي قنقر